مرحبا معكم عبدالهادو خشفي مصور ومدرر التصوير بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن أهم العناصر اللي لازم انتبه لها وقت اشتري الكاميرا جديدة أول شيء تاريخ الصنع وهذا الشيء بيخفل عنه كثير من الناس بالأخص وقت اشتري كاميرا مستعملة لأنه وقت اشتري كاميرا مستعملة لازم انتبه لتاريخ صنع الكاميرا بالإضافة لعدات الشتر أو كم صورة مصورت الكاميرا مثلا كاميرا مستعملة عدد الشتر تابعة 30 ألف صورة بالنسبة للكاميرات الحديثة هذا العدد ماهو كثير كبير ولكن الكاميرات المستعملة الأديمة هذا الشيء بيساوينا مشاكل لبعدين أو فينا نقول ناقص من عمره شوي ناقص من عمر الكاميرا يعني من عمر السنسور لأن السنسور هو أهم عنصر بالكاميرا لذلك لا أنصح أبدا باشتراء كاميرات مستعملة بتاريخ صنع أديم بالإضافة لعدات الشتر تابعة كثير كبير ثاني شيء دقة السنسور أو كام ميجابيكسل طبعا هاي الدقة هي نتيجة لحجم السنسور نوع المعالج وحجم البيكسل بالإضافة للتقنية المصنوع منها هذا السنسور لنعطى مقارنة بسيطة بين الكنون 5D ماك 4 والنيكون D750 حجم السنسوري اللي موجود بالكنون هو 36 ضرب 24 مليمتر وحجم السنسوري اللي موجود بالنيكون هو 35.9 بـ 24 مليمتر الأحجام كثير كثير متقربة ولكن دقة الميجابيكسل الموجودة بالكنون هي 30.4 ميجابيكسل ولكن الدقة الموجودة بالنيكون هي 24.4 ميجابيكسل وقت بدي اشتري الكاميرا لازم انتبه هاي الكاميرا كم ميجابيكسل بتطلع الصورة لانه الميجابيكسل هي نتيجة كل هاي الخصائص اللي حكينا عنا ثالث شي اللي هي نوعية السنسور هل هو فل فريم وكروب فريم طبعا الفل فريم هو أفضل كألوان وكإضاءة وكعمر وكاستخدام حتى وقت منرفع لأيزو منلاقي الكروب فريم بيتأثر أكتر وبيعطة نويز أكتر من فل فريم لذلك وقت نصور بالليل أو عندنا إضاءة ضعيفة الفل فريم هي أفضل بكتير من الكروب فريم بالإضافة للنطاق الديناميكي طبعا موضوع النطاق الديناميكي كتير من نسمعه موجودين كان بتصوير الموبايلات أو بتصوير الكاميرات شو معناتها؟ نطاق الديناميكي هو مقدار معالجة الضوء والظلام الموجود بالصورة يعني كل ما كان النطاق الديناميكي أفضل وأكبر كل ما كان معالجة الصورة من ناحية التفاصيل الموجودة بالضوء والتفاصيل الموجودة بالظلام كانت أكبر هذه الأهم النقاط الليه وانتبه لها واندي ان اشتري كاميرا طبعا في نقاط مهمة آخر بالأخص وانتبدي اقارم بين كاميرتين والقاربتين بالسطول أول شيء اللي هي كم صورة بتقدير تصور بالسطول طبعا هذا الشيء لازم انتبهله كتير وانتبدي اصور أشياء وتتحرك بسرعة ثاني نقطة اللي هي هالكاميرا بتصور بزيغة الرو ما يعني التصوير بزيغة الرو يعني هي تصوير الصورة خام يعني مافي أي تعديل لا على الإضاءة ولا على الإلوان ولا حتى على الويت بلانس هذا الشيء يعطينا كثير حرية كبيرة للتعديل على برامج التعديل إن كان بالإضاءة أو بالألوان أو بالويت بلانس وأنا برأيي أنه هذا الشيء كثير مهم ولا يمكن الاستغناء عنه والكاميرا يلي ما فيها تصوير بسيقطره ما بتلزم أبدا النقطة الثالثة يلي هي عدد الفريمات يلي بتصورهم بالفيديو يعني مثلا وقت منشوف رقم موجود بتصوير الفيديو يلي هي 60 بير سكند أو 60 صورة بالثاني طبعا كل ما كان عدد الفريمات أكتر كل ما كان تصوير السلويموشن أحسن وهذا الشيء كمان أنا لازم انتبه له كتير منيح وقت عندي تصوير فيديوهات وحابب بطئها بطريقة حلوية رح أعطيكم مثال عن تصوير بفريمات 60 فريم بالثاني 120 وأكتر طالما حكينا عن تصوير الفيديو الموجود بالكاميرا لازم نحكي عن دقة الفيديو الموجود طبعا لازم انتبه انه شو هي الدقات الفيديو الموجودة بهاي الكاميرا لأنه ممكن تغلى من سعر الكاميرا وأنا ما استفيد من هاي الدقة لأنه الدقة الكبيرة لازم كافئة معها حجم تخزين كبير وبالإضافة وقت التصوير أقل حتى بالكاميرات اللي جيدة اللي عم تطلع صاري نعطع معها كتالوك مثلا الفوركي بتدار تصور فيها خمس داعية متواصلة الـ 8K فيك تصور ضيقتين فقط متواصلة بجوز بعض الأشخاص يشوف انه ما كثير بتهمه تصوير 4K أو 8K أو تصوير بالدقة كتير عالية تصوير الـ Full HD كافي فهذا الشيء بيستغنع عنه ومنه بيخفف من سعر الكاميرا يمكن وصلنا على النقطة الرابعة كم نقطة فوكس موجودة عند التصوير يعني كلما كان نقاط الفوكس أكبر كلما كان التركيز على أشياء دقيقة بشكل أفضل وأسرع لذلك كلما شفنا عدد نقاط الفوكس الموجودة بالكاميرا أكبر كلما كان أحسن نقطة الخامسة اللي هي شاشة العض هل هي سابتي أو متحركة طبعا كلما كانت متحركة أكتر كلما كان هونت عليها تصوير بزوهاية متعددي بالأخص وقت بدي صورة أو تصور فيديو لحالة بدون مساعدة أي شخص فإذا كانت متحركة والشاشة بتقلب هذا كثير بهون عليها تصوير الفيديو وآخر نقطة رح نحكيها اللي هي وزن الكاميرا طبعا من قبل الشركات المصنعة كثير بيهتمون بهذا الشيء أنه يضيفوا كل التقنيات الحديثة والمتطورة بالتصوير بالإضافة ما يزيدوا من حجم ووزن الكاميرا لأنه كلما كان الكاميرا أخف وزن وأقل حجم كلما كان سهلا بالاستخدام والتنقل بالأخص اللي بيستخدم تصويره لساعات وأوقات طويلة وبنهاية الفيديو يلي حابب يعرف تفاصيل كثير عن الكاميرات أو يقارن بينها وبين كاميرا تاني في موقع رحطه بالدسكريبشن بيشرح كثير تفاصيل حلوي عن الكاميرات عن الخصائص الموجودة بالسنسور بالإضافة مفيد جدا إذا بدي قارن بين كاميرتين من شركات معينة إن شاء الله يكون بهذا الفيديو إذا تشرح بشكل مبسط والسريع عن أهم النقاط اللازم انتبه لها وأريد أن أشتري كاميرا إن كان مستعملي أو كانت جديدي إذا كان لديكم أي اقتراحات للفيديوهات القادمة لا تنسوا تكتب إياها بالتعليقات سلام